مرحبا أنا محمد أرفالي من فتفين مثل ما بنعرف تحضير الأكل الطيب ما بيتطلب بس مهارة الشيف وإنما على المكونات الطازجة والنظرة نحن بالعادة نحط المكونات بالتلاجة لفترة طويلة وممكن نخسر من طعمتها أو من جودتها باعتبار التلاجات بتلعب دور كبير بهاي المعادلة ورح نشوف اليوم إذا كل التلاجات لها نفس التأثير رح نختبر اليوم طبقين محضرين بنفس المكونات مكونات الطبق الأول رح يكونوا بتلاجة توين كولينج بلاسمان سامسونج المزودة بنظامين مستقلين للتمرين مكونات الطبق الثاني رح يكونوا بالتلاجة العادية رح ينحطوا بنفس الوقت ورح نحفظوا بنفس المادة هلأ رح نحضر ستير فراي باللحمة جاهزين؟ خلينا نبدأ شواشين أبطيع الفليفلة نقطع الفليفلة الصفر لشرايح رح نقطع هلأ البصل الأخضر شفيا شف ميتة على الأخي الخضرة خضرة عندك ميتة المكونات التبعتي محفوظة بالتلاجة توين كولينج بلاسمان سامسونج في عندي أرطوبة 70% فعمر خضرتي أطول بمرتين هذا الفرق نقطع الجزار لشرايح شرايح الزنجبيل نقطع البروكولي لفلوريت صغيرة نقطع الهليون بشكل طولي نقطع أخر شي عندي هون البازيلا الحلوة لشرايح الفيعة نقطع الثوم عنا هون الوقت جاهز ورح نعمل لاللحمة المتبلة بشوية منكم فلفل أسود وشوية سوس سارا جازلة تحكمي على الستير فراي لباتنا؟ يلا مبات مرحبا المرحبا أبغى ثندة لأيالي غالا جدا جدا مثل بعضها وحتى اكدنا ما يفوت طيب دو بنصحكم تحصلوا على تلاجة تونكولينج بلاس الجديدة من سامسونج